عايز قبل ما نروح للتقريب بتاعنا أقولك على حيث في مرحلة في مصر زمان جداً كانت في المرحلة الملكية يعني وصفت أو البعض يحب أنه عندما يكتب عنها أو يكتب حولها فيصفها بالمرحلة الليبرالية المصرية وما كانش فيها من الليبرالية أي شيء بالمناسبة يعني وبالمناسبة برضو مش عايزك تتعامل مع هذه المرحلة من واقع بعض أفلام لبيض وسود اللي كانت الناس قعدة فيها في قصور وبيكلموا فرنساوي مع بعض جوه البيت ويقول ماما ويقول بابا ومش عارف إيه والكلام اللطيف اللي زي كده وإنه تصدح الموسيقى الكلاسيكية داخل قاعات القصور وفي الفرندات وإنه الدنيا ده بالمناسبة مجتمع الواحد في المية يعني ده مجتمع الواحد في المية من كان ينعم بمثل هذه الحياة لا يتعدى واحد في المية من سكان مصر أدي واحد وده بالمناسبة يعني وده من مسببات قيام ثورة 23 يوليو 52 إنه فيه كذبة كبرى أنه كان فيه عصر لبرالي مستنير متفتح الكل ينعم بالحياة الرغدة ده كان هكس وما للإقطاع كان إيه والاستحواز على رؤوس الأموال في حين إنه كان فيه عندنا وسايا وأقنان كانت مأساية مهم وبعد ذلك أيضا كان بعض الناس بعض الميجي يكتب لك دي كانت فترة شديدة الاستنارة في الدولة المصرية ومدنية الدولة والبعض وصف إنه مصر كانت بتمر بحالة اشتراكية في فترة من الفترات يمكن مع بعد تولي الزعيم روح الجمال عبد النصر مقاليد الحكم في البلاد ثم إعلان القوانين الاشتراكية بعد توليه بكذا سنة وما إلى ذلك مصر بالمناسبة في وجهة نظري ولا مرة مرت بمرحلة استنارة حقيقية خالص خالص وجزء أكيد مفترض من طريقة التفكير اليساري أو التقدمي إنه يكون تفكير مستنير ويشجع المرأة ويدعمها ممكن تقولي إمتى بقى إحنا كان عندنا وزيرات في فترة أعلنت فيها القوانين الاشتراكية في البلاد ووصفت مصر بأنها تسير في منهج يساري تقدمي ما حصلش برضو خالص مصر فعلا مش هزار خدت إجراءات هي الإجراءات اللي فيه منتهى الاستنارة لا حصلت أيام العهد الملكي ولا حصلت فيما بعد العهد الملكي لما تجد إنه سيدات مصر يبقى فيه دفع حقيقي لتعلمهم ودفع حقيقي لتمكنهم الاقتصادي مش مجرد كلام ولا شعرات ولا عنوين صحف ويبقى فيه دفع حقيقي إنه هم يتقلدوا أرفع المناصب فيبقى فيه وزيرات نائبات محافظات رئيسات عيئات هو ده الطريق نحي الدولة مدنية حديثة مستنيرة هو ده الطريق أو ده ملمح من ملامح هذا الطريق وملمح مهم خد بالك وده ما كانش بيحصل قبل 2014 مسألة بقى وردة في عروة الجاكتة فيبقى فيه عندي وزيرة للشؤون الاجتماعية تمام أو وزيرة للبيئة ده كده وردة في عروة الجاكتة ده كده احنا بندحك على نفسنا ده اللي كان بيجرى الزمان لكن لما تيجي تبص على تشكيل الحكومة تشكيل مجلس المحافظين نواب ونائبات المحافظين نائبات في البرلمان نائبات البرلمان ككل مجلس نواب ومجلس شيوخ إلخ 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 رئيسات لهيئات كبرى هو ده اللي حصل بعد 2014 فكان هذا الملمح المهم هو ملمح حقيقي في مسألة الاستنارة أو ملمح حقيقي في هذا المشوار اللي مصر بتقطع هل هو آخر الملامح؟ لا لكن نرجع أقولك ويظل تفصيلا من تفاصيل الجمهورية الجديدة